من جديد أهلا بكم مشاهدين الكرام مرة أخرى أرحب بضيفي دكتور عبد الحسين الهداوي دكتور جدلية المقاطعة والمشاركة بالانتخابات بدأت تأخذ حيز كبير في مواقع التواصل الاجتماعي أنتم كحكومة عراقية وحضرتك كمستشار لشؤون الانتخابات كيف ترى هذه الجدلية؟ حقيقة المشاركة في الانتخابات هو حق وليس واجب بإمكان أي شخص أن ينتخب أو يقاطع أو لا يشارك حتى الدعوة إلى المقاطعة والمشاركة هي شيء طبيعي لأنه هي جزء من الصراع عملية التنافس الانتخابي ليس فقط في صناديق الاقتراء أو في محطات الاقتراء إنما هي أيضا في عملية التعبية والتحذير لها وبالتالي شيء طبيعي عندما يكون في إطار القانون وفي إطار التداول السلمي حتى للحملات الانتخابية شيء طبيعي جدا عندما تتجاوز هذه المسألة هناك القانون والقوانين واضحة في هذا المجال هناك قانون الأحزاب والتنظيمات السياسية فيه مجموعة بنود تعاقب أي تجاوزات في هذا المجال بما فيه قضية السلاح واستخدام العنف وامتلاك بتفجرات وغيرها وأيضا هناك قانون تعليمات خاصة بالجرائم الانتخابية فكل الأمور محددة في الواقع بنصوص واضحة جدا وتطبق فمن حق الجميع يعبر عن رأيه فيما يشاء والانتخابات هي الفرصة الأساسية في التنافس السلوي على السلطة المترجم للقناة